ديني بقى قافل الملف ده واروح مع حضراتكم ليه ملف آخر وزي ما كنت بدأت الحلقة وكنت بتكلم عن الواحد قد ايه بيكون برضو مضغوط في بعض الأحيان بيبقى عليه سترس وغيره احنا ما عندناش سبب ما عندناش لسه معلومة اللي حصل ليه كابتن حسام حسن طبع المدير الفاني للمنتخب من تعرضه ليه وعكة صحية مفاجأة كانت بعد حضوره مباراة الزمالك والاسماعيلي يعني اللي كانت بنبارح ده سببها ايه الوعكة الصحية دي سببها ايه الناس بقى تلعب تفتي كتير او تتكلم كتير قولك ما هو عشان تفرج على مباراة الزمالك والاسماعيلي تعب طب ايه العلاقة محدش عارف طب هو كان تعبان قبل كده ولا لأ حد تالي ترجع قالك او راح قالك لا ما هو ده ممكن يكون من السترس اللي هو بيتعرض ليه علشان هو يعني حطينه تحت ضغط كبير من ساعة ما اسمه بس طرح على فكرة مجلس ادارة او التدريب في يعني المنتخب فكل ده كلام او كل ده كلام احنا دلوقتي بنسمع بس يسا ما عندناش معلومة اكيد انا بقول لحضراتكم من الاجواء اللي حصلت ودي ويمكن احنا اول البرامة كمان اللي بنتكلم فيها لان لسه الموضوع ده حصل من 3 ا4 ساعات فمنتمنى ليه طبعا الشفاء هو تم نقله يعني ليه احد المستشفيات احدى المستشفيات وتم توقيع الكشف الطبي عليه وتخذ طبعا كل الاجراءات اللازمة وفور استقرار الحالة بعد كده تم الخروج من المستشفى لو فيه اي معلومات اكيد هنوافي حضراتكم بها على مدار يعني اليوم من خلال البرامج المختلفة على قناة النادي الاهلي بس حتى هذه اللحظة دي المعلومات اللي موجودة بس بمن هو خرج من المستشفى فهو دلوقتي في حالة اعتبر الى حد المية مستقرة يعني في السلامة كابتن حسام حسن ولسه بدري اوي يعني لو كان الموضوع ده ليه علاقة بالسترس فلسه بدري اوي يعني الموضوع لسه في البداية الانتقادات او اي اراء فيها نوع من التعارض او غيره او غيره ده لسه لازم الواحد يبقى داخل عارف ان هيواجه ده وحيواجه ده وحيواجه ده بس يبقى واثق في نفسه مش مهم مين يقول حاجة لكلمة حلوة هتزودك ولا كلمة وحشة هتقلل منك لازم الواحد يبقى عارف قدر نفسه فبالتوفيق ان شاء الله للفترة اللي جاي ونتمنى ان لا يقرر اكيد يعني حادث زي ده اشتركوا في القناة